السلام عليكم درسنا هذه الحصة في النشاط العلمي أفسر تعاقب الفصول الأربعة إذن قلنا تدور الأرض حول نفسها خلال 24 ساعة وينتج عنه تعاقب الليل والنهار إذن كما نعلم أيضا تدور الأرض حول الشمس إذن الأرض تدور حول نفسها وتدور أيضا حول الشمس في مدار إهليليجي المدار إهليليجي دون تغيير محور دورانها يعني يبقى دائما محور دورانها مائل تتم دورة كاملة حول الشمس خلال 365 يوم وربع يوم أي ست ساعات 365 يوم وربع يوم يعني ست ساعات عندما تتم دورة واحدة مما ينتج عن هذا الدوران حول الشمس تعاقب الفصول الأربعة يعني الخريف الشتاء الربيع ثم الصيف إذن نرى الآن هذا الرسم الذي يمثل الأرض في أربع مواقع حول الشمس إذن كما نرى مناطق المضاءة في كل مرة أو في كل موضعين للأرض إذن نرى موضع يوجد فيه أشيعة الشمس المساحة المضاءة أكثر من المساحة المقابلة لها ثم العكس في الجهة اليمنى إذن ناخد تفسير واضح لهذا الرسم إذن الآن الآن بتواريخ إذن في 21 يونيو يعني خلال الصيف إذن نرى النصف الشمالي للكرة الأرضية مائل باتجاه الشمس إذن خلال الصيف أو يوم 21 يونيو يكون النصف الشمالي مائل باتجاه أشيعة الشمس مما يكون أكثر عرضة لأشيعة الشمس وتكون أشيعة الشمس عمودية على هذا النصف الشمالي وبهي يكون النهار أطول من الليل نمر الآن إلى 21 مارس أو فصل الرابع إذن نرى المساحة المضاءة يعني الأشيعة الشمس خلال الرابع تكون عمودية على منتصف الكرة الأرضية يعني على خط الاستيوة إذن كما نرى الجهة التي أمام الشمس مضاءة كليا يعني مساحة مضاءة يعني الأشيعة وسط الأرض إذن النصف الشمالي والنصف الجنوبي مساحة المضاءة متساوية إذن قلنا كما سبق وقلنا في الدرس السابق إذن خلال فصل الرابع تتساوى مدة الليل والنهر وهذا الرسم يوضح ذلك أن المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية مضاءة بنفس القدر إذن نمر إلى 21 دجنبر أو بداية فصل الشتاء إذن كما نرى المنطقة المضلمة أكبر من المنطقة المضاءة إذن هنا نرى النصف الجنوبي مائل باتجاه الشمس يعني هو أكثر عرضة لأشيعة الشمس إذن تكون الأشيعة عمودية على النصف الجنوبي إذن في النصف الجنوبي هنا يكون فصل الصيف أما في النصف الشمالي فيكون فصل الشتاء يعني الليل أطول من النهار في النصف الشمالي حيث يوجد المغرب نمر إلى 23 شتنبر يعني بداية فصل الخريف إذن كما نرى المنطقة المضلمة كما نرى فهي متساوية من النصف الشمالي مع النصف الجنوبي إذن هنا أيضا خلال فصل الخريف كما قلنا الأشيعة تكون عمودية على خط الاستيواء يعني ومائلة على النصف الجنوبي والنصف الشمالي مما يكون لنا منطقتين متعادلتين من حيث الإضاءة يعني النهار يساوي الليل إذن خلال دور الأرض حول الشمس وفي مواقع بداية كل فصل كما لاحظنا أن خلال الصيف أن النصف الشمالي الأرض متجه نحو الشمس يعني مائل نحو الشمس لذلك يكون أكثر عرضة للشمس ويكون النهار أطول من الليل بينما خلال الشتاء النصف الجنوبي هو المتجه نحو الشمس يعني مائل باتجاه الشمس وهو أكثر عرضة لأشيعة الشمس يعني أشيعة الشمس عمودية على النصف الجنوبي عكس النصف الشمالي وبذلك يكون الليل أطول من النهار في النصف الشمالي يعني فصل الشتاء بينما خلال الربيع والخريف تكون المنطقة الوسطى يعني على خط الاستواء أكثر عرضة لأشيعة الشمس يعني الأشيعة عمودية على خط الاستواء كما سبقوا قلنا فتتساوى مدتي الليل والنهار إذن سبب تعاقب هذه الفصول أو هذه الاختلافات من حيث مدتي الليل والنهار هو ميلان محور الأرض إذن ميلان محور الأرض هو الذي يسبب لنا تعاقب هذه الفصول بينما إذا كان إذا لم يكن هناك محور مائل للأرض فلن يكون هناك فصول أربعة سيكون هناك فصل واحد في المنطقة الشمالية وفصل واحد في المنطقة الجنوبية إذن محور دور الأرض المائل هو الذي يسبب لنا تعاقب هذه الفصول وشكرا